تبشير صراع آخر يواصل فصول الفوضى في العراق ليس في المحافظات التي شاهدت عمليات عسكرية بل في محافظات أخرى يفترض أنها تؤيد الأحزاب السياسية الحالية ولكنها في الحقيقة تشتعل غضبا جراء الفساد والانتهاكات المستمرة ضد العراقيين موقع عرب نيوز أكد وفي تقرير له أن العالم يتجاهل علامات الصراع الآدي في العراق في ظل تنامي رغبة ميليشيا الحجد المدعومة من إيران بالسيطرة حيث ترى في الانتخابات المقبلة فرصة مثالية لتوطيد سلطتها ويشير الموقع إلى أنها في الحقيقة لعبت دولا هامشيا في المعارك ضد تنظيم الدولة وأثبتت عدم فعاليتها بسبب ارتكابها جرائم حرب أينما ذهبت واستشهد الموقع بتقرير لمنظمة العفو الدولية يوضح كيف أن مجتمعات بأكملها قد وسمت بصورة خاطئة على أنها متعاطفة مع تنظيم الدولة وحرمت من وثائقها الشخصية في وقت يساوي مقادة هذه الميليشيات أهالي مناطق كجرف الصخر لانتخابهم لقاء منحهم ضوءا أخضر للعودة الميليشيات في الموصل بتقاسم النفوذ على أحيائها وإجبار السكان على تسليم بطاقاتهم الانتخابية لمصلحة الجهات السياسية التي شكلت الحشود في المدينة وأمام حديث الميليشيات أن كلمة الفصل ستكون لها في الانتخابات القادمة يقول مقع عرب نيوز إن الحكومة في العراق مسؤولة عما يجري وقامت بتنمية البيئة المثلى لازدهار الإرهاب عبر العقاب الجماعي الذي تقوم به فضلا عن الاعتقال والمحاكمات المبنية على مزاعم ضعيفة حيث تؤكد صحيفة نيويورك تايمز حضورها محكمة لساعتين جلست خلالها 14 امرأة واحدة تلوى الأخرى وحكم عليهن بالإعدام علاوة على هذا كله يؤكد موقع عرب نيوز أن الحكومة في العراق تمنح حاليا الفرصة لإيران وميليشياتها لتعزيز هيمنتها على العراق كنقطة انطلاق للنفوذها في المنطقة يحدث هذا في وقت لا تزال الدول التي أسست لما يجري في العراق الآن وتدخلت سابقا كما تقول لعدم خروجه عن قطبان السكة يبدو أنها لا تزال تتفرج وتنتشيب انتصارا حققت هي ومحرر العراق المفترضين على ركام مدن وأساد العراقيين ترجمة نانسي قنقر